السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله نبدأ اليوم في الفصل الثالث وهو الإعاقة السمعية طبعا الإعاقة السمعية يعني من الحاجات المنتشرة في المجتمع ومعظم الناس بتقابل أطفال بيستخدموا الإشارة وهكذا ولغة الإشارة خلونا نبدأ الأول نشوف تشريح الأزن والأزن طبعا بتتكون من ثلاث أجزاء وهي الأزن الحارجية والأزن الوسطى والأزن الداخلية طبعا الأزن الخارجية بتشتمل على السوان سوان الأزن كلنا عارفين وعندنا سوان الأزن اليمنى وسوان الأزن اليسر طيب والقناة السمعية الخارجية يعني في السوان بيجمع الأصوات سوان الأزن ده وظيفته تجميع الأصوات بيوصل للقناة السمعية الخارجية توصل بعد كده للأزن الوسطى الأزن الوسطى بقى تشتمل على الطابلة والعظيمات السلاس جميل؟ بعد كده الأزن الداخلية والأزن الداخلية تشتمل على جزين ان هما الكونواية شبه الهلالية ده اساسية والقوقعة والازن الداخلية لها وظيفة نيابة موطبط بها العصب السمعي اللي بيبصل للدماغ ومن هنا بين ايه بيفسر الاسوات او ما يسمع طيب عملية السمع بتتم ازاي؟ طبعا الاسوات بتتجمع عن طريق السوان زي ما احنا قلنا وبتوصل للأزن الوسطى ثم الأزن الداخلية ثم العصب السمعي يوصل للمخ ومن هنا بيقوم المخ بتفسير ما يقع طيب خصائص الصوت عندنا حكتين لخصائص الصوت عندنا شدة الصوت وتشير الى قوة الصوت ودرجة ارتفاع يعني هلو الصوت عالي منخفض وهكذا الحاجة التانية وهي النغمة وتشير الى ايه التردد او تودر الصوت والموجات اللي بيحدثها ايه مصدر الصوت